من جهته كشف لعب أولم بلمدية طارق الشرفاوي بأنهم يعيشون في وضعية كارثية مضيفا بأنهم كلاعبين قاموا بما عليهم رغم أن إدارة الفريق حسبه غير قائمة بواجبها تجاه الفريق نظن أن الخسارة تعملوا دي الجزائر تأثرنا بلا قريف فرسكو اللي أبي 15 يوم تدربوش نعيشوا في وضعية كارثية يعني إدارة ما إدارة مش قائمة بالواجب تجاه الفريق فرسكو تجورنا هادروا على السلطات نظن بالإدارة ما قدرتش باش تتوقف على هذا الفريق نحن رأنا نخدمه نظن استطاف تيكنيك بريبار اليكيب الحمد لله نحن رأنا نخدمه مزاولي ماتش إن شاء الله السلطات هذه والإدارة هذه توقف على هذا الفريق المباراة مباراة ما كان سهلا نظن هدف الأول سهل لنا شوية الممورية فرسكو ببعد لقينا لزيس باس الحمد لله هذه نحن نخدمها خلينا نخدم شوية في أريحية المقابلة الجاي إن شاء الله